نعم ريما اليوم جون كيربي تحدث عنه وحاول أن يتجنب الخوض في الاحتمالات القانونية قال بأنه لن يعلق على تصريحات القاضية الجنوب إفريقي ولن يعلق أو يقدم قراءات لما يمكن أن يحدث لهذه القضية ما نعرف أنها ربما تأخذ سنوات حتى يصار إلى البت فيها بشكل نهائي لكن الثيمة الأساسية التي يتحدث عنها البيت الأبيض وأيضا كررتها وزارة الخارجية اليوم بأن الولايات المتحدة تعتقد بأن ليس هناك أي أساس قانوني للمزاعم ما سمتها المزاعم مزاعم جنوب إفريقيا بأن هناك إبادة جماعية في غزة وبأن الجيش الإسرائيلي جيش احترافي هناك مجموعة من المقدمات تطرحها واشنطن بخصوص هذا الدفع أو بخصوص وجهة النظر القائلة بأن إسرائيل لم ترتكب إبادة جماعية سمعناها أكثر من مرة على لسان المسؤولين في وزارة الخارجية وعلى لسان أيضا المسؤولين في البيت الأبيض تقوم تلك المحاججة على مجموعة من الأمور أولا بأن الإسرائيليين يحذرون سكان غزة قبل قصف المنازل حسب الزعم الأمريكي بأن الجيش الإسرائيلي يرسل تحذيرات عبر الهواتف الخلوية لسكان غزة قبل أن يقوم بالقصف ووزارة الخارجية والبيت الأبيض أكثر من مرة قالوا بأن هذا التصرف تحديدا لا يقوم به أي جيش آخر وبأنه دليل على أن الجيش الإسرائيلي جيش احترافي وبأنه يحاول أن ينفذ عمليته وفق قواعد أخلاقية أيضا الأمريكيون دائما المسؤولين في وزارة الخارجية والبيت الأبيض دائما ما كانوا يشيرون إلى أن إسرائيل ليس لديها نية بالإبادة والنية كما تعلمين وفق اتفاقية منع الإبادة الجماعية النية هي أكثر عامل صعب الإثبات في هذه القضية وعادة ما تفشل القضايا بسبب هذا العامل إثبات النية عادة ما يقول المسؤولون الأمريكيون هنا بأن ليس هناك نية في الإبادة الجماعية من قبل الطرف الإسرائيلي وذلك لأنهم يرسلون التحذيرات كما أشرت لأنهم قبلوا بالهدنات أكثر من مرة لأنهم يسمحون بدخول المساعدات وبالتالي كل ذلك يعني بأنهم ليسوا معنيين بإبادة الشعب الفلسطيني طبعا المراقبون يقولون بأن الإبادة لا يجب أن تكون لكامل الشعب الفلسطيني وفق الاتفاقية وبأن إبادة مجموعة أو جزء من مجموعة سكانية يعتبر إبادة وأيضا يحتجون بالتصريحات التي أطلقها مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية بما فيهم بن يمين نتنياهو حينما عاد لبعض النصوص التوراتية لتبرير العملية العسكرية لكن الأمريكيون المسؤولون يصرون على أنه ليس هناك أينية في الإبادة وأن الجيش الإسرائيلي يحاول قدر الإمكان تجنب سقوط المدنيين وبأن المدنيين الذين يسقطون يسقطون بسبب احتماء عناصر حركة حماس بين المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية وحفر الأنفاق تحت المستشفيات هذه هي المحاججة الأمريكية التي ينطلق منها جون كيربي وانطلق منها قبل ذلك المسؤولون في وزارة الخارجية للقول بأنه ليس هناك أي أساس قانوني للدفع باتجاه الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل لكن أيضا هناك المركز الحقوق الدستورية وهي منظمة غير ربحية في واشنطن كانت أرسلت قبل شهرين برسالة لأعضاء الكونغرس حذرتهم فيها من مواصلة الموافقة على الدعم العسكري لإسرائيل حذرتهم فيها من المصادقة على حزمة المساعدات المقدرة لإسرائيل بحوالي 14 مليار دولار تقول هذه الهيئة الأهلية بأن موافقة أعضاء الكونغرس على مثل هذا النوع من المساعدات يجعل الأعضاء مشتركين في أي إبادة جماعية قد يثبت حدوثها في غزة من قبل محكمة الجنايات الدولية أو حتى محكمة جرائم الحرب الدولية في حال رفع الدعوة في تلك المحكمة أيضا أيضا أشار الكثير من المراقبين حتى على الناطق باسم الخارجية قبل ذلك وأخبروه بأنه قد يكون شخصيا هو وبقية أعضاء الإدارة الأمريكية متورطين في دعم إبادة جماعية وقد يصبحون بموجب القانون الدولي مساءلين عن دعمهم لعملية إبادة جماعية تحدث في غزة إن ثبت وقوع هذه الإبادة لكن أي من ذلك أو أي من تلك التحذيرات أو حتى الاتهامات لم تغير في الموقف الأمريكي المصر على أنه لا يوجد هناك أساس قانوني للقول بأن هناك إبادة جماعية في غزة وبأن الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية لم تكن لديهم النية كما يقول المسؤولون الأمريكيون بإبادة الفلسطينيين في غزة ويقولون بأن حماس هي من لديها هذه النوايا وقد قالها صراحة ماثيو ميلر أكثر من مرة بأن حماس لديها نوايا بالإبادة الجماعية تجاه إسرائيل وذلك موثق في ميثاقها وفي تصريحات مسؤوليها المختلفين نعم عمادة نذهب إلى موضوع آخر يتعلق بتوجيه ضربات أمريكية بريطانية لمواقع حوثية في الشرق الأوسط أبرز ما جاء في والسيد جيرنل بهذا الخصوص ومتى يمكن أن تشن هذه الضربة هل ستكون في القريب العاجل للآن المسؤولون الأمريكيون يرفضون تقديم الكثير من التفاصيل حول نية الولايات المتحدة بالرد على الحوثيين لكن هناك ضغط شديد داخل ربما الأوساط الإعلامية والأوساط الصحفية تحديدا في المعارضة الجمهورية ممن يقولون بأن إدارة جو بايدن مترددة حيال الرد على الحوثيين وأن هذا التردد شجع الحوثيين وشجع إيران أيضا على تصعيد الاستهدافات لحركة الشحن في البحر الأحمر كما تعلمين يوم الأول من أمس تحديدا أعلنت القيادة المركزية الوسطى عن حدوث هجوم وصفته بالمعقد في البحر الأحمر تضمن وجود حوالي عشرين طائرة مسيرة وصاروخي كروز وصاروخ باليستي أطلقت جميعا في وقت واحد وأن السفن الحربية الأمريكية ردت على هذا الهجوم أيضا اليوم قالت القيادة المركزية الوسطى بأن فجر اليوم أيضا شهد إطلاق للصواريخ من الجماعة الحوثي التي باتت الولايات المتحدة واضحة في القول بأن هذه الهجمات مدعومة بشكل عميق من قبل إيران وبالتالي هذا يضع إيران أيضا في إطار الاستهداف الأمريكي لكن ما هي طبيعة الرد هناك تسريبات كثيرة كما أشرت هناك في بول سريت جورنال قبل ذلك نشرت بعض المعلومات في وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث عن نية قصف المنصات التي يجري من خلالها إطلاق هذه المسيرات بأن هذه الخطوة الولايات المتحدة حاذرة للغاية بخصوص اتخاذها لأنها تخشى من أن تدخل في مواجهة مباشرة مع إيران من جهة وتخشى أيضا من الرد الحوثي تخشى من أن تتورط بقية دول الخليج في صراع مع الحوثيين وهي لا تبدو مهتمة في دخول مثل هذا الصراع بعد أن انتهت الحرب في اليمن وسحبت قواتها من هناك تحديدا الإمارات والسعودية المراقبون هنا يقولون بأن دول الخليج ليست معنية في التصعيد مع الحوثيين وبأن هذا هو السبب الرئيسي الذي يؤخر ويعرقل الرد الأمريكي على الحوثيين لأنه ليس هناك إجماع في الإقليم على مواجهة الحوثيين بالنظر إلى خطورة مثل هذه المواجهة واحتمال تصاعدها على شكل ضربات عسكرية في أكثر من موقع عربي في الخليج العربي لا يريدون ذلك أيضا هناك خشية من أن تؤثر على حركة الملاحة بشكل أكبر في البحر الأحمر بالتالي الإدارة الأمريكية تبدو حذرة للغاية في تصعيد الهجوم أو بالقيام بالضربات داخل الأراضي اليمنية خشية أن تذهب الأمور باتجاهات لا تريدها أو باتجاهات غير متوقعة من الناحية العسكرية شكرا جزيلا لك عماد رواشدة من واشنطن ترجمة نانسي قنقر